تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثماري الحد الأقصى للاقتصادي من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للإطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذلك أعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي أن خبراء روس أساعدوا الطيرين الأمريكيين في إدارة الطيران الفدرالية أثناء تعطل الشبكات الإلكترونية بالولايات المتحدة وأوضحت الوكالة أنه خلال العطلة الشامل في نظام إنذار التواقم في الولايات المتحدة وبناء على مبادئ التعاضد الدولي قدم المركز العام للمنظمة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية ومركزاه الإقليميان في سان باترسبورغ ومجدان المساعدة اللازمة لتواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤوليات المركزين وأشرت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لتواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا إلى الولايات المتحدة والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران بولاية ألاسكا الأمريكية أوضح المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع بمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافعيل جروسي في الوقت الراهن وكان جروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل وأنه يرغب بعد ذلك في زيارة روسيا أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاه البحرية الأمريكية المارينز في جزيرة أوكيوانا بجنوب اليابان لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره الياباني ووزيري خارجية البلدين قال أوستن أنه بحلول عام 2025 سيتم استبدال كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة كما أعلن أوستن أن الولايات المتحدة واليابان اتفقت على أن تشمل معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما الهجمات التي تتم عبر الفضاء في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الصينعية جددت منظمة الصحة العالمية منشدتها للصين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن زيادة اندشار فيروس كورونا وفي بيان لها أكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات الصينية لسد الثغارات المهمة بما في ذلك فهم ديناميكيات انتقال العدوى وتحليل بيانات أعداد الدخول والخروج من المستشفيات والتسلسل الجيني للفيروس والاختلافات في معدلات الوفيات بين المناطق الحضرية والريفية وأشد المدير التنفيذي للمنظمة مايك راين بجهود الصينة مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها لتوسيع وحدات العناية المركزة وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية المضادة للفيروسات في المصاري المبكر للمرض نهاية مجزء التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل